اشتركوا في القناة وذلك من خلال التعاون مع الآخرين لتحقيق مصالح مشتركة أو لفض نزاعات أو صراعات وهنا تكمن أهمية التفاوض كنمط حياة يومي وربما يمارسه الفرد عدة مرات في اليوم الواحد في سعيه لتحقيق هدف ما وقد تكلل مساعيه بالنجاح أو تبوء بالفشل وهذا يتوقف على مدى نجاحه في التفاوض وينشأ التفاوض على ركنين أساسيين هما وجود مصالح مشتركة أو وجود صراع وهذا يمثل نوعين من استراتيجيات التفاوض سيحاول المفاوضان اتباعهما في كل موقف من الموقفين التاليين أنا أتفق معك في ضرورة تحفيز العمال لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والجودة فأنا باعتباري مستثمرا ومالكا لهذه الشركة أعلم أهمية ذلك لهذه الأسباب استدعيتك لعرض ما تراه مناسبا من وسائل لتحفيز العمال وأنا أشكر سعادتكم على هذا التوجه ومن واقع خبراتي وبصفتي من أقدم مراقبي العمال في الشركة فأنا على دراية بالعوامل الاجتماعية والإنسانية والمادية التي تجعل العمال مقبلين على العمل بكل طاقاتهم ممتاز فاتباع العمال لهذه الروح في العمل سيؤدي حتما إلى زيادة الإنتاج وبالتالي إلى زيادة أرباح الشركة وسيكون للعمال أيضا نصيب في هذه الأرباح من خلال المكافآت والحوافز إذن نحن متفقون على المزايا والفوائد وأساليب تحقيقها لقد أرسلت لسعادتكم مذكرة ببعض متطلبات ووسائل الإنتاج الضرورية نعم وقد اطلعت عليها ولكن أرى أن تكلفتها كبيرة والشركة لديها بعض القصور في الميزانية يمكن خفض تكلفة توريد المعدات باللجوء إلى التصنيع المحلي بنفس المواصفات بدلا من الاستيراد ويمكن تقسيم قيمتها على دفعات إذا كانت ستعطي نفس النتائج فلا مانع وماذا بعد؟ لدى العمال طلب تم رفعه إلى سعادتكم بخصوص عدم جودة خدمات التأمين الصحي للعمال الحقيقة أن خدمات التأمين الصحي تكلف الشركة مبالغ كبيرة ولا يمكن تحمل مبالغ إضافية هل يمكن البحث عن مؤسسات تقدم خدمات أفضلا بنفس التكلفة؟ هذا يستدعي طلب تقديم عروض أسعار من عدة مؤسسات ودراستها لاختيار أفضل خدمات بنفس التكلفة التي تتحملها الشركة حالياً عموماً سأطلب من الإدارة المختصة البدء في الإجراءات وسأتابعها بنفسي تبقى أمران مهماً الأول أن العمال يرون أن المقابل المالي لساعات العمل الإضافية غير مناسب وبناء عليه يجب زيادة المقابل ولكن هذا الموضوع تمت دراسته وتبين أن ما يتقضاه العامل مناسب جداً ولكن هذا مطلب أساسي وتم رفعه إلى سعادتكم أكثر من مرة من الممكن زيادة ما يتقضاه العمال ولكن بنسبة تساوي نصف ما يطالبون به عموماً هذا سيكون مرضياً نوعاً ما وأخيراً فإن العمال يريدون دعماً للنشاط الاجتماعي مثل الرحلات والترفيه ومجملتهم في المناسبات الخاصة بهم أعلم مدى أهمية هذا لرفع الروح المعنوية للعمال هذه المطالب من الممكن تحقيق بعضها فوراً بينما أتوقع أن يستغرق تحقيق بقية المطالب بعض الوقت لذلك وليدوم التعاون بيننا أرجو أن يستمر عطاء العمال بنفس الروح والعطاء واعتبر هذه الرسالة إلى العمال سأعتمد عليك في وصولها إليهم اطمئن سعادتكم وسيشعر العمال من هذه القرارات بمدى حرصكم عليهم وتقديركم لهم وسيكون لديهم نفس التقدير والحرص على مصلحة الشركة ترجمة نانسي قنقر